بسم الله. شوية اسئلة كده يا شباب علاقات دي احدة الرابعة. ونبدأ من اسئلة من كتاب وكتاب الزتونة يعني. كده من الكتب المختلف. اول سؤال. طبعا سابقكم الارقام دي مالكش ادعو بيها. انا عرف ان بعدها الفعل مضاف له اي ني جي. يبقى اللي هي دي. وما الامت انا اخد لو بيجي بعدها والفعل مضاف له اي ني جي. يبقى والله انا انا قدامي هستبعد لتس لان لتس عايز امصدر ويجملة خبرية. عايز اي ني جي وتكون جملة سؤال. عايز امصدر فطلحها بره. والمصدر فدي بره ودي بره ودي بره يبقى. طيب فعلي في المصدر. ودي جملة اخرها نقطة يا عم. يبقى انا بتكلم على جملة خبرية. والمصدر تنفع. وتباوت عايز اي ني جي. وده سؤال. وده سؤال. المصدر. وده سؤال. يبقى انا هختار يا باشا. الاجابة الصحة كده قلنا. ينبغي عليك ان تستشير. رقم واحد سبعين. المفروض ما كنتش اقرر الخطأ ده تاني. ده معناها اني انا فعلا كررت اللي هي رقم بي. وعلى فكرة بمعنى اخر وبتالية تانية ممكن الراجل يقول لك اي نضمي ان انا فتكررت. الجو بارد جدا. لا دي المفروض تبقى مفيش هنا. اللي هو المعتف. الجو بارد جدا. انا كان مفروض اجيب معايا المعتف. انا دلوقتي اشعر ببرد شديد يعني كان مفروض اعمل وما عملتش. المفروض كنت اعمل شدون طبعا برا لاني معناها مفروض ما كنتش اعمل. معناها اكيد اخدت المعتف. هاتوا ابطررتوا اني اخد المعتف يعني اخدته لكن كان يبغي ان اخذ المعتف معي. وانا ما اخدتوش معي. ايا لسه ما وصلتش. اول ما الراجل قال لك انت قلت ان نفسك ده ده بعبر عن الاحتمال دايما. فانا زت فاعل شد والمصدر. اسمع مني كده قصة دي باختصار كالتالي. انت عارف ان بيجيب بعدها الفعل مضفل اي نجي ده اول احتمال. الاحتمال التاني انك تستخدم وبعدين وبعدين فاعل وبعدين فاعل في المصدر او وبعدين فاعل وبعدين شد والمصدر. واصلا انا ممكن اعملها بشكل مختلف خالص. اقول لك فاعل مصدر مباشرة. طبعا. حتة بتانية بقى ان انت ممكن تستخدم به وهنا حناخدته والفعل في المصدر. يعني هو ينفع بعد ناخدته المصدر اي معلم ده لو مبني المجهول بس. طيب مسالك الجامد على كل واحدة اي انا باقترح قضاء الاجازة في القاهرة اي 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 الاورانية بقى اي 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 انا باقترح انك انت تسافر. تمام? او اي سجست زت يو شود ترافل. او اي سجست يو ترافل على طول. طيب افرض ان احنا عايزين نعملها في الاخير. هروح انا اقيل لك مسلا على سبيل المساني اماني اماني از سجستد اماني يقترح ان تسافر. يبقى توترافل. سيادتك لو مركز كده. هتلاقي النص الاولان ده هو مبني المجهول. ده مبني المعلوم. فانت بتقول اماني يقترح ان تسافر. طب ده انا قلت لك اماني دي يقترح ان تعاقب. يبقى اماني يقترح والمصدر لما يكون معلوم. اي حاجة فاتقول المصدر في المعلوم في المجهول تبقى فتبقى وترجم عربي كده هتلاقي الدنيا ماشية معاك اخر دلع. يعني يقترح مبني المجهول برضو مبني المجهول يبقى اماني يقترح ان تعاقب. ومن على زلك حضرتك قدامك في الجملة انا قدامي فاعل يبقى انا عايز مصدر اللي هو او شود والمصدر اللي هو ده وبتلع عندي كده طيب عايزة بعدها حاجة من اتنين يا ابني يا مصدر والمصدر يا اما والمصدر لو من فيه. فطبعا معانا برا عشان ما فيش خالص. انا هينفع قول لك هيا نهدر وقتنا ولا هيا لا نهدر وقتنا يبقى يعني احتمالية في الماضي اسمع بقى انا 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 اكيد اخدت القطار المبكر. طبعا عندي غلط عشان مصد معناها اكيد. كان يجب ان دي نصحة في الماضي او الزاء او او بتعبر عن اللوم يعني والندم. المفروض ما كنتش اعمل. لكن ما انت عارف انه بعبره عن الامكانية او بعبره عن الاحتمالية يعبر عن الاحتمالية وكود لوحدها تعبر عن الامكانية. انت ممكن تشتغل الشغال دي مع صحابك لو انت حابب انا بقترح عليك اهو. دي بقى يعني الرفض يعني القدرة. طيب سامير سفر بالباص. هو كان ممكن يسافر بالقطار. انت عارف الحتة دي هنا اي اصلا? الحتة دي بتاعت? ان كلمة كود لها معناية. معناها كان ممكن يعمل شيء معين لكن عمل شيء اخر. ومعناها برضو ان هو ربما انه فعله. اول ما تلمح كود هي واحدة من اتنين دول. لو انت خدتها بمعنى ربما فهي كده بتسوي مية وبتسوي ميت. طيب لو ما اخدناها بمعنى كان ممكن يعمل ما تسويش الناس دول. فانت في الجملة هنا بتقول لي ان سامير سافر للعمل بالقباص. هو كان ممكن يروح بالقطار على فكر وكان ممكن يعني كود هتقول ما انت بتقول كود بتسوي مية وميت وانا قدامي ميت ايو سواها لهم احتمال. طب هاتو يعني اضطر ان يسافر. مصد يعني اكيد سافرة. والاجابة كده رقم سي. طب اللي بعد كده. على فكرة انا معرفتش ان كنت عندنا في البلد مبارح. انت كان المفروض تزورني. كان يجب ان اللي هي تصرف تالت او يبقى يبقى اللي هي دي. طب الجملة اللي بعد كده. رقم 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 تمانين. الرجل بقول لك هو قال لي انت ليه ما ذكرتش باجتهاد يا ابني. يبقى كده معناها انه بلوني. طب ان ديناي انكرة ابلو جايز دي اعتزرة وصجست اقترحها. هو قال لي ليه ما لا تزاكره مبكرا ده اقتراح يبقى يبقى عايزك تركز في الجملتين دول كده. الجملة الاورانية يا عم. لما قولك يعني انت ليه يا ابني ما عملتش كده يا ابني ده لوم. لكن في اللي بملة التانية انت ليه ما بتزاكرش يا بدري وخلاص بدل ما تنام بدري انا بقترح عليه. هو يبدو انه حزين. الفريق بتاعه اكيد خسر المباراة. الحالة دي هنقول مست هاف هاف لوست زي ما عدش بس ما عدش في الاختيارات. فتعالا نشوف الواقع كده دي معناها اكيد مش عمل زيها كانت هاف والبسط بالتسبول. ربما انه فازة. طيب اللي معناها كان يجب ان لا يفوز. طب اللي معناها ربما انه فازة. ازن الاجابة كده الصحة الاخيرة اللي اللي معناها اكيد مش فاز هو ما جابش خسر. اكيد مش فاز يبقى تاني كده هو يبدو انه حزين فريقه اكيد مش فاز. فناخد كانت هاف او كود انت هاف والتصيف التالت. طبعا يا مستان عايز اخد مصد. خلاص هتقول لي اكيد الفريق بتاعه اكيد خسراه. يبقى نقول مصد هاف لوست زا ماتش. بقول لك هو كان عند بالقدرة على فكر. بس هو مرضيش يبقى دكتور. يعني هو كان ممكن يبقى دكتور لكنه لم يفعل. يبقى كدها بسط بالتسبول. عايزته بعدها. يبقى انشيل دي بره. ودي في هاتتو ماشي ودي في هاتتو بس يتو المصدر فتطلع دي بره انت كمان. اه ويديه يجب ان يخبره ولا يبقى ان يخبره بواسطتك يبقى ده مجهول يبقى يجب ان يخبره بالحقيقة بواسطتك يا سامي. اسمع. المفروض ما كنتش اشتري لكنني اشتريت. يعني المفروض ما كنتش اعمل لكني ما عملتش. ده معناها ان الود اه مفروض ما كنتش اشتري لكن اشتريت اه? ده معناها ان ايه ولا اضطر ان يشتري ولا كان يجب ان يشتري اسمع تاني عربي كده. لما نقول ان يد انتها في تصريف تالت معناها المفروض ما كانش يعمل لكنه عمل. يعني معناه كده ان هو بوت. وقلت لك دي معناها برضو يعني ان انا ادمان ان انا اشتريت. يبقى الاجابة اصبحت رقم ايه? بعد كده بص يا باشا. ولك في اكل كتير او في التلاجة. فانت مش لازم تشتري كتير. تاني. طب لو اشترى عندنا مشكلة. لها ما فيش مشكلة يا مرحب نحط الاكل في الفريزر ونأكل الجديد. فمصنت معناها ممنوع تشتري ولو اشتريت غلط. عايزة. عايزة. يبقى الاجابة انت مش لازم تشتري لان احنا عندنا اكل. الدكتور نصحني اني اتوقف عن التدخين. معنى كده هو قال اني انا المفروض اتوقف عن التدخين. تمام? المفروض ما بطلش. يعني اكيد بطلت. ولا يعني كان يجب ان اتوقف ولا لا مش هو الجملة ماضي. ايوة ماضي. بس حضرتك عايزك تفهم انك لو خد معناها كده اصبح الجملة لوم. فلما اقول لك دي نصيحة لكن كده لوم. المفروض ما كنتش اعمل هذا الخطأ. بص اسمع مني كده. انت لما تقول المفروض ما كنتش اعمل يعني انا عملت. يعني يا لتاني لم افعل. وانت عارف ان مع لما يكون الجملة ماضي بناخد ماضي تام. يعني ايوش اي هاد بن كرفل. طب ليه مش هادنت عشان انت بتقول يا ريتني كنت حريص. عربي تاني بقى عشان الجملة دي حلوة جدا ومنتقى بعناية. بقول لك انا المفروض ما كنتش اعمل الخطأ اللي انا عملته ده. يا لاي تاني لم افعله. تمام? يعني انا ساعتها كنا هنقول ايوش اي هادنت لكن في الجملة بتاعتنا بقول لك يا لاي تاني كنت حريصا. وكنت بمثبتة. فهنشد طبعا دي لم دي كان لانها برا سياق الموضوع كده. انت بتقول يا لاي تاني كنت حريصا. كنت ماضي. ناخد لها ماي تاني. انا لازم اشتري هدية لصديقي في عند ميلاده. اللي بتعبر عن القدرة. ولا شعور داخلي. ولا الندم. ولا نقص الضرورة. لا دي بعبر عن شعور داخلي. اللي هي النصيحة الداخلية اللي احنا بنسميها للزام الداخلي. زات فاعل. يا اما مصدر يا اما شد والمصدر. ادي شد دو معك يا باشا. وكان فين فع دو. كنا ناخدها برضو لموجودة. بقول لك ايه? المحل اصلا قريب. انا المفروض ما كنتش اخد العربية للمحل. ما استهاف معناها اكيد اعملت. اضطررته ان افعل. يعني عملت. المفروض ما كنتش اعمل حاجة معينة بس انا عملت. اصلا بتعبر عن المضارع وانت بتحكي لعلى مبارح. اتباع القوانين بتاعة النظافة. اتباع قوانين النظافة هي ضرورة. خبالك انت ممكن تقول ان الشيء ده الشيء يعني الشيء ده ضروري او الشيء ده هو از اه مصد لو انت خدت اه يعني هتقول مصد او از اه يعني ضرورة. فانا يجي هنا للجملة يا باشا. الراجل بيقول لك ان اتباع القوانين از ا او ان فانا عايز بعدها اسم فانا اخد مصد وطبعا لو ينفع لو موجودة كنا اخدناها. طب انا عايز اخد لان حضرتك عبارة عن صفة. حتاخدها من غير او اين. فتقول نسيسيري. يابني دي اكتر نسخة فعالة. انت المفروض ما كنتش تحزفها. كان يجب ان تفعل. اضطررت ان تفعل لانه ده صح. مصد انتهاف مفيش مصد انتهاف في الانجليزي. يبقى شد انتهاف المفروض ما كنتش تعمل شيء معين. ده اختها زي مصد كده. لها كزا حالة. بس لو جبنا بعدها ضمير مفعول ناخد طول مصدر. يبقى ضمير مفعول طول مصدر. طيب. اللي بعدها بقى زاد فاعل يبقى مصدر عطول. او شدو المصدر نفس الموضوع بتاع اه بتاع يبقى زاد هي او يبقى طيب. انا عايز بس اعمل لك هنا الحوار ده في كلمتين كده. عايزك تعرف بنجيب بعدها الفعل مضاف له بس اسمع الكلمة اللي هو لك ده عشان دي مهمة واركز زي ما هقولها لك كده بالزبط. لو مفيش مفعول ده رقم واحد. رقم اتنين ضمير المفعول هناخد بعده والفعل في المصدر. طب انت لو قلت لي ري كوم فاعل يبقى ناخد مصدر. ولو قلنا زاد فاعل ناخد مصدر او زاد فاعل شدو نفس قصة بس انا عايزك رب مساء على الفوق دي الاول. لو انا قلت لك مسلا اه اي 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 خلنا اقول لك اي ري كوم مند باينج باينج اي كور. انا اوصي بشراء سيارة. هو اي هنا عبارة عن ايه? عبارة عن فاعل. طب بتوصي مين يا ابني? الله اعلم. يعني ما فيش مفعول فاخدنا اي اني جي. طب لو انت قلت لي مسلا مونا مونا ري كوم مندد يعني مونا وصتني مي مدام فيه المفعول خد المصدر طيب. في مثال مخادع بيجي في حتة دايما في الامتحانات يقول لك شي وز ري كوم مندد يعني النقط كده ولا طبعا حضرتك لو ااخد بالك ان متفقين لو معها مفعول مفعول ناخد اه طول المصدر طب لو مفيش مفعول اي اني جي هو في مفعول هنا هتقول لي لأ ما فيش هنا هقول لك لأ ما هو شي دي حضرتك مفعول هي اوصيت بالمغادرة يعني كده هي شي دي عبارة عن مفعول مع انها جات في اول الجملة يبقى تاخد يبقى شي وز ري كوم مندد لكن انت عرف لو قلت لي شي ري كوم مندد هنا كنت هقول لك ليفنج يبقى تاني كده من الاول يا بالحق انت لما يكون عندك مفعول ناخد طول مصدر طب لو ما فيش مفعول ناخد اي اني جي طب هنا يا مستر شي وهنا شي ما انا متعمد اقول لك اني شي هنا جي كمفعول لانك بتقول هي اوصيت بكزا مش عايفين من وصاها لكن في التاني انت بتقول هي وصت فهي الفاعل هي وصت حد انه يذاكر مش عارفين مين المفعول في الجملة فناخد اي اني جي مش موضوعنا خلاص انا عارف بس رجع تاني كده عشان نحل السؤال انت بتقول لي سامية اه سامية ولا سامية اه انا وعدتها ان نوصلها وهي صرفت فلوسها يعني المفروض ما كانتش تعمل لكنها عملت ما كانش يعمل لكنه عمل يبقى طب لو خدنا دي المفروض لك ما كانش يعمل وهو ما عملش فما كناش هنلومها يبقى انت بتقول لي المفروض ما كانتش تاخد التاكسي لكنها اخيها التاكسي فهي مسرفة هل انت لونت لغرفة نفسك فقال يعني كانت مدهونة حديثا يبقى ولا 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 دهنت ده بقول لك بص هو انت لونت الاوضة قال لك يا باشا انا اصلا مفروض ما كنتش هلونها وملونتهاش لانها كانت متلونة حديث يبقى المفروض ما كنتش اعمل وانا ما عملتش طيب يو هاد بتر هاد بتر دي المصدر على طول والفكرة اللي انا كنت لسه باشرح لكم النهاردة في محتوى الخاص لو انت يعني معنا في محتوى الخاص كنت بقول لك ان هاد بتر ريد الجملة كان فيها كده ولا هاد ريد قلت لك يا صديقي انتبه لها دي عشان دي مخدعة هاد ريد ده ماضي تام يا فندم لكن لو انت قلت لي هاد بتر اعرف ان دي نصيحة في زمن المضارع يجي الراجل في الامتحان يقول لك اف اف يو ده ما كانش فيها اف المسال ما كانش في اف نمسح اف ده داني كده هقول لك ايه بقى اي نوت زا مسج مسج بي فور اي سليبت الجملة كانت زي كده يا ترى هنقول هاد ريد ولا هاد وبعدين بتر وبعدها ريد احنا نفس المنطق اللي انا معلمه لك انك لما تلاقي رابط اللي بعده ده ماضي فحضرتك محتاج ماضي دي ماضي تام دي مضارع فهو انت مغمى دعينك تاخد هاد ريد دي نصيحة في زمن المضارع حلو مش موضوعنا ارجع لسؤال نتالي عايزة تعرف ان بعدها المصدر يبقى هاد بتر او هو انت من الافضل انك تسب ولا لا تسب انك ما تشتمشي الناس يعني عيب عليك يبقى انا قعدت سهرتي في الشغل ليلة مبارح اي نقط اتاكسي فاضطريت ان اخد تاكسي مسلا بط اي دينت اسمع انا سهرتي في الشغل مبارح انا كان ممكن اركب تاكسي لكني ما اركبتش فضلت النامشي كان ممكن اعمل لو كاني ما عملتش يبقى كود هاف تيكن طب ليه ما اخدتش دي يا مستر اصل دي معناها اضطررت وان افعل يعني فعلت يعني عمل طيب انا حاس بالزعل دلوقتي والندم هو انا كان مفروض اعمل ايه مبارح كان يجب ان افعل يبقى تب ليه ما اخدش دي دي جملة خبرية بدقة بفاعل وانت عندك سؤال اخر عامس فهمهو يبقى الجمل دي قوية جدا السؤال بعد كده رامي جاب درجات وحشة جدا بقول لك رامي جاب درجة وحشة يعني معنى كده المفروض ما كانش ينضم ولا مصد هاف جوينت ولا هو اكيد انضم ولا كود انت هاف جوينت اكيد مش انضم ما انت عارف ان كانت وكود انت اكيد مش اكيد لم يفعل بقول لك صحتك تبدو ان هي بتسوق انت كان مفروض تروح للدكتور في اول اصالة بتاعتك وانت مروحكش يا ابن الله سمحك يبقى شود هاف كونسولتد طب هات تو كونسولتد معناها اضطر ان يفعل وفعل معناها اكيد عمل المفروض ما كنتش تروح للدكتور وانت مروحتش وانا اقول لك المفروض كنت تعمل هو رسب في الامتحان هو رسب في الامتحان يعني هو اكيد مش زكي طيب معناها اكيد كان زكي يعني كان يجب قال لا يكون كان هاف ما لهاش وجود عندنا في الحوار خالص لكان هاف وتصريف التالت ولا مصن انت هاف وتصريف التالت فاحنا اخترنا كانت هاف من اللي معناها اكيد مش بس الزمن الماضي وينفع مكانها كودنت صور ينفع مكانها كانت كانت وكودنت واحد رسب في الامتحان بجد يعني هو هو رسب في الامتحان فانا قدام محتمل من اتنين نقول اكيد مش زاكر اللي هي كانت هاف وكان يجب ان يزاكر اللي هي انا ادور على اختيارات يعني اكيد زاكر مصن انت ملهاش دعوة خالص ولا لها وجود في الاستنباط يعني كان يجب ان يزاكر يعني المفروض ما كانش يزاكر ارمي في الشارع يا باشا يبقى انا خدت هاف واللي ينفع مكانها هي مصت ولا كانت لأ كانت هاف اللي معناها اكيد مش زاكر انا مفلس ما فيش معايا فلوس انا مفلس انا كان المفروض اني ابقى حريصا انا كان المفروض كان يجب يبقى شد طب هو خدنا ميت يبقى معناها ربما اني كنت حريصا اختها مي ولو خدنا مصت اكيد كنت حريص يا عم حامد كان طول النهار شغال معايا يبقى انت اكيد مش اللي هي كانت وكودنت اكيد لم تراه يبقى يوكود انت هاف سين هم وكانت هاف سين هم تنفع يا باشا السؤال اللي بعد كده بقول لك بص انا لحد النهار ده لم اصل الى اتفاق بقى انا هذه السيارة انا ربما اشتري ولا سوف اشتري ولا اكيد اشتريت ولا ربما انني اشتريته ده مجهول طبعا طيب انت بتقول لسه ما وصلتش الاتفاق لحد النهاردة يبقى انت ربما تشتري وربما لا يبقى معيت طب عارف لو قالك ان انا وصلت الاتفاق ناخد ويل لاني ويل بتستخدم في التأكيد في المستقبل عشان كده انت حتى بعارف ان احنا بناخد معا كلمة شهور ناخد ويل يعني هي بالكاد انهت المهمة في وقتها المحدد وبعدين جاب لك علامة استفهام كده وسؤال مزيل وانت عارف ان كلمة لكلمة بتعبر عن النفي وحضرتك عندك فعل مساعد اللي هو كود ولما يكون كود يعني كأنها تودها الناحية دي كود يبقى كودشي ايه ايه دي كودشي الاولى مش فيهم حاجة يا مستر لا ما انا هفاهمك مش عسيبك انا كده في الوضع ده لما اقول لك مسلا انت قل لما تكون في الوقت المحدد انا عارف يا مستر ان كلمة وانت محفظني ان هي مكانها زي نط يعني لما اقول لك يعني ارنت ارنت دي تودها الناحية دي في السؤال المزيل تبقى ايه تبقى ورجع للفاعل اللي هو يتحولها لاي صح اوعى تعملها الشيطان يضحك عليك في السؤال المزيل ما بنحاولش الضماري كتكون يبقى ار يو فبناها زلك عملناها بالمنزل اللي ساتك شايفه قدامك ده طيب بعد كده منفية هي منفية بقول لك مفيش حد خالص شاف اليونيكورن لانهم اصلا مش موجودة صعوبة السؤال ده ان حددت منكم ما تبقاش عارف ان يونيكورن ده اللي هو وحيد القرن وده حيوان ولما تكون بتكلم عن حين فاصيلة الحيوان بناخد زي يبقى زي يونيكورن الثاني كده ماشي المسال ده كده وفاهمولي بص يا برينز انا عايز اقول لك الاسب بيقول لحمة فانا ممكن اقول لها بطريقة ما اتنين ودي كده جملة معناها ان الاسود كلها تكون لحمة او بطريقة تانية اقول لك زا طب القطط يا باشا بتعيش ما عرفش فين كده اقول لك او ذا كات بس لو قلنا تبقى ده الفعلي من غير اس لو قلنا ذا يبقى الفعلي مدفل اس نفس القصة بها حددتك هتقول لي عشان ده فصيلة وحيد القرن خبلك قال لك زي عشان ده ولا مركبة بيقول لك برغم ان هما ان بريطانيا كانت جزء من التحاد الاوروبي هما ما بيستخدموش ده عملة من الاخر والعملة بناخد معها زا فاديني زا كل الطلبات والتساؤلات يعني كل الطلبات يجب ان ترسله شدو المصدر ده لو معلوم انا عايزها مجهول يبقى شد بي بس بارتسبو يبقى شد بي سنت جهل بعد كده من معاصر اكيد انا عايز هنا حاجة من دول لان اقول لك اباوت الاقتراح بقى او واحدة من اتنين دول فاتح على كده نشوف راجب اقول لك صوت عايز اقفه اباوت يبقى ناخد مئة ترتاشر ربما انه بامكاننا ان نفعل يبقى دي مظبوطة يا باشا طيب التانية كانت تنفع لو كان قالك وجبنا هو ان نفعل كزا برا عايزا مصدر بعدها ما نفعش اقول لك وبعدين ويه كزلك اصلي اصلي هو نحن ما نفعش اقول لك هيئة يعني دعنا نحن وما نفعش طيب ماي ناد وود بي وود بي او از تو يبقى ماي وماي لو مكتوبة كنا خدناها لكن اقترح ما اللي بيقترح لازم بفعل قبلها ايو كده لو انت تسألني ماي دي احسن واحدة تتقدم الوظيفة رحت الشخصية التانية قالت طب بالنسبة لانجليزية دي زي بتاعها يبقى عشان ده استخدمها في الاختراح بس وتباوت في الاختراح والاعتراض وانا بقول لك دلوقتي بالنسبة للانجليزية اللي زي الزفت اللي بتكلمه دي طيب ستاشر فعلي في المصدر الغزالة ريئة عنده فرحان وزايا الفل تعالوا نطلب منه يبقى لتس يا باشا طب التانية نطلب من باباك فلوس للرحل دلوقتي هو هو شايد دلوقتي زعلان يعني معنى كده اني بقول لك بلاش نعمل هيا لا نفعل يبقى او يبقى يبقى ما انت عارف ان نفيها او لتس نوت لسه حالا كنا بنحكي فاعل مصدر يبقى على طول طيب في مفعول هنا لأ يبقى على طول طيب لما نجيب بعدها سماء اسم يعني بمثل مفعول يعني كممكن نقول لك برضو المهم سما طول مصدر يبقى طيب زت فاعل مصدر اللي هو بي او شد والمصدر اللي هي شد بي وزت رانية شد احنا كده عندنا كم واحدة زت رانية بي زت رانية شد بي وكممكن نقول لكم اي آآ آآ سوري اي ساجست ردينة بي تاني كده تلاتة عشان انا نخبط زت فاعل مصدر زت فاعل شدو المصدر او فاعل مصدر على طول طب في هنا يا ابني مفعول لا خلاص يبقى ناخد اي انجي او في عندي اي انجي فانا هامسح دول تاني بقى عشان هشوف المعنى اثبات ولا نفي ايه اي 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 انا باخترح ان احنا نطلع ولا ما نطلعش لحد ما دينا ببطة المطر يبقى طيب اعتراض يبقى واتبا على طول مدام فيها عالتراض يبقى واتباوت طب اللي بعد كده لون جمان بقى انا لسه حالا بقول لك ان معناها دي هنجيبها الناحية دي عشان كده هنخلها مثبتة ونرجع للفاعل يبقى 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 نختار هنا باشا كدشي بيس السلام اي اسم معناوية بيه من غير حاجة خالص يبقى دي مش دي لطيف او ان القطط بتنظف نفسها القطط جمع يبقى هتقول لي يا مستر مش المفوض القطط دي اسم غير عاقلة اقول لك اه مش المفوض ان قولة لو هي مفرد دي لو هي جمع يعني افهم النزيم مع الجامع العاقل والغير عاقل لو انت فكر جملة متحانسة نوعية عامة كان بقول لك نبحت الكلاب عند مرات انفسها انا نظمان ان انا وصلت متأخر انا كان مفروض اوصل بدري يبقى شد هاف كم طب لو انا خدت دي المفروض معناها المفروض ما كنتش اجي بدري لكني جيت بدري انت كده مش غلطان طب لو اخدنا مصد يبقى انا اكيد جئت بقى مبكرا وهدتو اضطررتو ان ااتي يعني اتاي يا ابني ما الموبايل اللي معاك حلو زي الفل انت المفروض ما تشتريش ما تشتريش معنى منفي وبقى شد انت هاف بوت طب لو انا خدت هدتو اضطررتو ان اشتري واشتريت لو خدت اه شد هاف المفروض كنت اشتري طب ما اصد هاف اكيد اشتريت الكلام مع الناس الاجانب المتحدثين الاصليين طريقت لتحسين اللغة الانجليزية حلو تعاني شد بقى شد بي يجب ان يكون على فكرة اخر الجملة لو ما كملناش هنغرأ يعني فكرة جيدة ان تفعل ذلك يبدأ اقتراح يبقى كد بي طب عارف انت لو ما كملتش اقتراح كان ينفع معك ما يت بي لو انت وقفت هنا كده كنت اقول لك والله الاستماع او التحدث مع الاجانب ربما يكون طريقة جيدة فربما دي كنا ناخد كود دو ماي لكن اخر الجملة قال لك الراجل يعني اقتراح واختراح ناخد فاعل كود بي في واحد تاني بعد دقائق فانت مش لازم تركب في الباص ده يعني ما تحبكهاش طب تنفع بس عايزة طب لو خدنا مصنت معناها لو ركبت الباص ده هولع فيك انا اصلا يا ابني رهيب في الانجليزي فانا مش لازم اخد كرصات يبقى اي او 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 وهنا انا عايزة اكتب حاجة بس بالقلم البارس جدا عادي بتعرف ان كلمة هافنت 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 تو وهازنت وهازنت تو عارف مين بيستخدم دول العائل العبيض بس لو انت استخدمتهم تبقى انت كده قوعة تعملها وانا طبعا مش قصد اشتمك بس انا عشان ابيين لك انك ساعة ما تلمح دول قدام عينك اعملهم كده ما فيش ولا هازنت وما اللي ايه فيه ايه طيب حضرتك بتقول دونت هاف تو وبادل هازنت سيادتك بتقول دازنت دازنت هاف تو انتبه الله يبارك لك طب يا مستر هو لما يجي في جملة يقول لي مسلا سلمة على سبيل المثال يعني سلمة هازنت او دازنت دازنت نوت تو دو زات يا طرح هنا هنقول هاف ولا نقول هاز طبعا انت لو مش فاهم وبتستهبل فهتلاقي نفسك والله سلمة مفرد فناخد هازة هقول لك لا يا بيبي بعدهم الفعل في المصدر والمصدر هو هاف اكبر كنة سنوية عامة وكلام ده كلام عبيد من فاش اقوله لك اصلا بس انا لازم اقول لك على الكبير والصغير الجملة بعد كده اللي هي تدعي تدعي اللي هي اتنوة تلاتين ما تنساش نفسك يا بيبي انا مديرك انت لازم تحصل على اذني قبل ما تمشي بدا الزام ايه يا باشا خارجي يعني امفروض ناخد هاف تو طب مش مصد لأ مصد دي في الالزام الداخلي ونص القانون هي كانت فرحانة اصلي هي عرفت تمكنت من الوصول برغم ان البس سبها تمكنت دي يعني او كد طيب يا عم انت لازم تيجي تزورنا بالله عليك احنا توحشتنا يبقى دي اسمها عزومة يبقى مصد يا باشا حضرتك مش هتدخل الا لما تورينا الكارت فانت ملزم الزام خارجي انك تورينا الكارت ده المنطق حلو طب تعاني شوف بقى نيد انت شو يعني مش لازم بتورينا الكارت نيد هاف شون ده لو ماضي وجملتي مضارع بدليل اللي عندي ولي مصد شو دي مسبت ومضارع هاز تو ما نفعش اقول لك يو هاز تو فهناخد هنا مين يا باشا هناخد مصد برغم ان الجملة اصلا المفروض نستخدم لها هاف تو بس مش موجودة فاناخد دي اي هاد انا كان معايا فلوس كتير انا كان ممكن اشتريت تشتريت لغاية ده لكني لم افعل يبقى كان ممكن اعمل لكني ما عملتش المفروض ما كنتش اكرر الغلطة دي على فكرة ده معناها ان انا كررت فعلا وده معناها زي ما قلت لك قبل كده الشقة يا ابني نظيفة وبتلمع الفين وعشرين دور او الشقة بتلمع وزي الفل انا المفروض ما نضفهاش واتعب نفسي يعني المفروض ما عملش يبقى طب انا عندي عايزة طب ليه مش انت يا عمي بيتكو نظيف وانت كناسته مرة وبعدها مرة بعد ربع ساعة نضفته تاني وبعد نصف ساعة في مشكلة كده ده ما هو النضافة حلوة برضو فعشان كده ما ياخدش طيب بعد كده يا حبيبي الوجبة كانت ببلاش كان مفروض توفر فلوسك انت غبي يعني المفروض ما كنتش تدفع لكنك دفعت يبقى تصريف تارت عارف انت لو خدتلي او معناهم المفروض ما كنتش تدفع ما كنتش تعمل وانت ما عملتش وهو الراجل بقولك انت مسرف وعمل يسم في بدنك فمعنى كده انك انت المفروض ما كنتش تعمل بس عملت مامتك بتصرخ في وشي باباك وتقوله انت المفروض ما كنتش تشتري اللحمة دي كلها احطها فينا للوقتي ما كش ما فيش مكان في الفريزر يعني المفروض ما كنتش تشتري لكنك اشتريت يبقى نيد انتهى في تصريف تالت يبقى نيد انتهى في بوت انا لازم اخد اوامر ابوية قبل ما اطلع من البين ده الزام ايه يا عامد ده الزام خارجي يبقى طيب هتقول لي مش مصد لأ مصد في الالزام الداخلي يا بيبي انت بقول ابوية دره الكبير وانا لازم احترمه واخد اذنه يبقى مصد على فكرة انت صوتك مزعج وعمل دوشة كتير وانت لازم تعمل دوشة يعني ده بعبر عن التزمر وفي التزمر ما تاخدش غير مصد. الوقت بيقول انا انا رسبت في امتحان الرياضة. فراح رد عليه ابو قال له غلطتك يا بيبي انت كان ممكن تسأل انها تساعدك بس انت مسألتش يبقى كودها في اسكن. بقول له انت ممكن تستلف الجاكت بتاعي لو انت حابب بس لو سمحت حاول انك انت انك انت متوسخوش لو وسخته عادي لقى في مصيبة طبعا يبقى مصد. المفروض تحافز على زاكت متوسخوش ولو وسخته في مشكلة. رودي مش موجودة دلوقتي. رودي مش موجودة دلوقتي. لكن هي ربما توصل يعني الساعة تمانية او كده. يبقى مايت بي. طب ليه ما ناخدش مايت هاببن ولا ماي هاببن لتنين زي بعض اصلا. منطقيا طلعهم. سانية لتنين موضي وانتكلم على مضارع. هرر تبت السرير فقال لأ طبعا. الولية اللي بتنضف لنا البيت نضفته فانا ما كانش المفروض نضفه يبقى دل انت هافتو وما نضفتوش. قبل ما ينطلق هو كان المفروض يعني يفحص السيارة او يملأها. يبقى طب ليه ما ناخدش مضارع ما هو يا بيبي هنا قال لك دي مضارع ولا ماضي? لأ مضارع. سوري ماضي. ايه اللي عرفك? ما هي لو مضارعك انا هيقول لي هي كده كنا هناخد بقى ساعتها شد والمصدر او المصدر. فانت بتقول ايه? هو كان المفروض يملأ السيارة بالوقود قبل ان يغادر. انا عايز ادهش مامتي كده وفاجئها. انا لازم انظف المطبخ. الزام ده يبني داخلي ولا خارجي? لأ داخلي. ما هو انت كده بتعمل من نفسك يبقى مصد. طب لو قال لك بقى انا لازم انظف المطبخ قبل ما هو ما تيجي او الا هتولع فيها كنا خدنا هافتو. هو المفروض ما كانش يبعت الايميل من غير ما يحط المرفقات. ده معناها انه بعت الايميل من غير مرفقات. طيب تعال نشوف. ده معناها ان هو بعت الايميل والمرفقات. لا اما هو لو كان بعتهم بالمرفقات ما كانش في مشكلة. طب لم يرسل الايميل يا باش ارسل الايميل دون مرفقات. هاتو اضطر انه يبعت لأ. يبقى الاجابة كده الاخيرة وتعني اقراها. بعت الايميل دون ما ان يقضع المرفقات ودي الاجابة الصح. طيب رقم مئة وخمسين دي. هو من غير لازمة كده اشترا فاك. يعني المفروض ما كانش يعمل لكنه لكنه عمل. اللي هي مين يا بيه? اللي هي فنيجي هنا كده وندور عليها. حنلاقها ان شاء الله. هي اضطر انه يشتري. ولا هي المفروض ما يشتريش في المضارع. ولا اللي هي ديت المفروض ما كانش يعمل لكنه عمل يبقى رقم دي. رقم بي. يعني اللي هي تسهيلات المستثمرين يعني. كرجل اعمال هل انت عندك هل انت عندك رقم سي ورقم ايه برة. تاني كده. هو بقول له هو انت عندك هل لديك او هل لديك تسهيلات المستثمرين كرجل اعمال? الاجابة هنا والسؤال ده منذ الازل موجود في المعاصف غلط. انا بس مفكرك بالقواعد حضرتك. حضرتك لازم تسيب موبايلك في الامن قبل ما تدخل. وده الزام خارجي. يبقى طب ما انا عندي عايزة تنفع تبقى زي الفل. الاساس بتاعنا اعطانا قائمة بالكتب. فانا فانا لازم اشتري تلات كتب للكورس ده. برحتك والالزام خارجي لا غصبا عني. يبقى اي او نيت تو. طبعا نيت انت برة. ومصت الزام برضو هنفكر فيها. سؤال زي ده بقى طبعا لن تجده ابدا الا في المعاصر. الكتاب الوحيد اللي عنده قدرة وقلب وعفوية في انه يهبط على اي حاجة. وفقا للي عندك في المنهج ده الزام خارجي فحضرتك تختار هاف تو. وفقا للمنطق ان نيت تو تنفع عشان ده من متطلبات الكورس اللي تاخده السنة دي لازم تاخد تشتري تات كتب فهيأكل معانها فالراجل طبعا هنا في السؤال صراحة الخيال يعني. ايه عمل الكرافل اللي انت لابسه ده شكله غبي. يعني معنا كده انت متزمر ومع التزمر يا باشا اديني مصت. خدنا هنا خلاص مصت يو. اللي بعدها بقول لك هو حضرتك لازم تلبس الكرافتة دي كجزء من انت قد تسأله. يبقى طيب ممكن تشتغل الشغل ده بكرة يعني مش لازم تخلصه النهاردة. يبقى ما نفعش اقول عايزين طيب معانا اختها التانية اسمها معانا وبرضو معانا تنفع برضو. طيب شوية اسئلة من جيم ومش كتير صفحة ما يعرف ان احنا طولنا بس معلش بالمرة. عايز فهنقول همشي بسرعة شوية. انا اسف ان انا صوتت في وشك انا المفروض ما كنتش ارفع صوت. المفروض مش يبقى يبقى شود انت لو انت مش فاهم الدرس انت ينبغي ان تسأل المعلم ان يساعدك. بما ان مضارع فشد فكود هاف برة عشان ده ماضي معناها يا لها يجب ان تسأل وشود هاف تصريف تالية ماضي. الاجابة الصحة الوحيدة هنا ودي معناها اقتراح. اقتراح. وكان ممكن نقوله على فكرة يجب ان تسأل وتبقى نصيحة. لها لو ان مكانكك اللي فعلت. هوا بقى الطبع عن ده كله عايز انا رسبت في الامتحان. انا كان مفروض اذاكر باجتهاد. اللي هي دي. وقوت وهاف استودت. انا وقعت مع العجلة. انا كان مفروض. كيرلس مهمل. المفروض ما كنش مهمل. ما كنش ده نفي. يبقى عايف لو عايز تاخد حط مكان كيرلس كيرفول. تبقى حريص. زاد فاعل مصدر. يو استادي. يو نوت بلان فو ناو. انت لازم من النهار ده تبدأ. من النهار ده يعني مضارع. اطلعي برا يا هاد. طب معناها ما تعملش. ما تعملش. يبقى ودي اقتراح. وعلى فكرة ينفع وتبقى نصيحة. المدرس مش معفسوت منك من وقبك اللي انت عامله. انت كان مفروض تطلب من اخوك انه هيساعدك. كان بامكانك ان تطلب من اخيك المساعدة. طبعا دي نفي واحنا مش عايزينها ولا دي. احنا طبعا لت عايزة مصدر. وانا عندي هنا تو. اخو احمد اه ابو احمد زعلان منه. احمد كذبة. المفروض ما كانش يكذب. ما كانش يبقى ده نفي. يبقى مصدر يبقى. وشود والمصدر يبقى. اي سنك ولا سنك? لأ سنك يدخل لعندك قوة. ما هنقولنا فاعل مصدر ايا كان الفاعل وايا كان الزمن. يبقى سنك كذلك الامر. الاتنين صح في الاختيارات. طبعا ده سؤال فانا اقول له مظبوطة تنفع صح. والمصدر تنفع اهو كلهم صح. كلهم ممكن نستخدمهم. يبقى اللي بعد كده. فاتني الاجتماع اللي بقى السيوت. انا كان مفروض اعمل حاجة. يبقى شودها في تصريف تالت. يبقى يشود هاف كوت. اللي رقم ايه? طب مئة سبعين دي بقى. طبعا دي جملة خبرية. تمام? فدي معانا افكر فيها. ده سؤال. ده سؤال. يبقى اللي جابة اصبحت رقم ايه? بامكان ان نفعل. طب بعد كده. ما تفكرش كتير. ما تفكرش كتير. احنا ممكن نروح هنا او هنا. يبقى كود والمصدر. طبعا ده ماضي وده ماضي وده ماضي برا اطار تفكيرك. والمصدر. تاني كده عشان اكد لك عليها ولا اقلها لك من زمان. اعيل لك قبل كده ان عايز افاعل. وي وممكن نقول عادي والفعل في المصدر. ولا بستفهم الجامدة. او واجيب الفعل في المصدر. تعالى كده نرجع للموضوع بتاعنا تاني كده معلش. عشان نرن التليفون دي اللي خبطتني. والمصدر يا باشا هيبقى. طيب انا عايز اخد دي. هموت على دي. خلاص قلها واي. واي. طب شي شي ركوميندد دوينج. عشان ركوميند اي انجي لانا مفيش مفعول. شي عشان سجست اي انجي. والبتر دي ما لهاش وجود في الانجليزي. لكن دي هي اللي صح اللي هي هاد شي هاد بتر اللي قلت لك عليها فوق خالص. طيب. اربعة سبعين يا مستر. عايز اي انجي. في اي انجي? لا. طب مش موجود يا بقى السؤال ده مكتوب غلط? لا مش مكتوب غلط يا بيبي. ما انتعارف ان يا باشا بيجي بعدها الفعل مدفل اي انجي وممكن اسم. فانا ممكن هقول لك اي تنج اي تنج ميت كده اي راك في اللحنة النهاردة ولا ما تحبهاش. فانا هنا حضرتك هقول لك وات اباوت وات اباوت هاف لأ هافنج تمام ما فيش حاجة اسمها تو ولا في حاجة اسمها هات. يبقى نجابة صحرا قنبيه. الموضوع يرجع لك يا حبيبي انت حر. انت ممكن تقعد لو حابب تعال معنا لو عايز. ما ينفعش اقول لك هيا بنا نذهب معنا. اطلع برا. هوا باوت دي سؤال. يعني ممكن اقول لك هوا باوت دي تنفع بس عايزة الاس تفهام. يبقى الاجابة الصح بامكانك ان تأتي. طيب يجب ان تبقى هنا او تأتي يعني يعني مفعش اقول لك انت يجب انك تيجي معنا او تقعد هنا. مش منظر يعني. ان ان تايت كورنر. انت بتقول انك انت في مأزق في موقف صعب. يبقى الساعة عشرة وربع. احنا ما ينفعش نبقى لتأخرين. يبقى او غير كده لأ. طيب دي برا وهقول لك ليه. برا وهقول لك ليه. طيب بص معايا كده. ما تيجي نمسح اللي احنا عمنا معنا معنا دوار دول عشان ما اضغبطكش انت كده. واشتلك واحدة بواحد. احنا قلنا طبعا بداياتا كده. انا بقول لك في الجملة ايه يا باشا. انا بقول لك انت اجري بسرعة ساعة عشان وربع احنا ما ينفعش نتأخر. طب لو اتأخرنا في مشكلة بما ان في مشكلة هعمل حاج يبقى مصنط. غير كده خليك واتخر بوش مهنيد انت وضونت هافته زي بعض. او زاد فاعل مصدر او مفعول طول مصدر. طيب لا اي ستارت ماشي. شد لا اي شد. زاد معايا. برا. يبقى ايجابة واحدة لصح. معانيش هقل في الصفحة ما بتخدش اخر جملة. انا ما كنتش عايز اروح هناك والله بس انا اضطررت ان افعل. يبقى معناها ان اضطرت اروح. انت بقول انا ما كنتش عايز والله بس اضطرت اروح. يا اصدقاء الغالين. انا دلوقتي حليت القرى بتاعتقد ان هما مسلا يجوا مئة وخمسين مئتين جملة على الموضوع ده. والله العظيم ما في فكرة عدد من تحت ادينا ان شاء الله. طيب انتظر ان شاء الله فيديو قصة على الفاصل الاول لحد التالت قصة اسئلة وانا بحلها. الاسئلة دي موجودة على جروب التليجرام. وانصحك تنزل تنزل البرنامج. بتاعي موجود في الوصف. نزله. وادخل على. هتلاقي كده تحت اي فيديو اه تسعب ما ادخل على اي كورس. هتلاقي خصوصا كورس القواعد يعني. هتلاقي موجود كده اه فيديوهات الكورس. ملفات الكورس. اه بنك الاسئلة. ادخل على بنك الاسئلة هتلاقي اسئلة حلها. طب افرد انت دخلت حليت وبعدين طلعت غلطة وما عرفتش ادخل تاني. ابعت لي رسالة على الخاص. وقل لي افتح لي الامتحان تاني واكتب لي الاسم اللي انت بسجله على افتحه لك تانية باشا. الدعم يا شباب عشان نقدر نكمل مع بعض. انا جيت تاني لاني في ناس كتير عم انا تقول لي احنا معتمدين عليك. فساعدوني اساعدكم. السلام عليكم وبركاته.